هنا كلام عن الأزهر الشريف وعلاقته بالأزهر ويعني سيدنا الشهر الشربيني بيقوله الأزهر قدامك تفضل روح الأزهر روح على باب الأزهر العلوم الشرعية من الأزهر طبعا في الآخر هو خريج كلية ألام زي ما قلت الحلقة وجامعة القاهرة شيخ محمد حسان بعض الناس طبعا لهم يعني عايز أقول لكم عتب شديد على بعض الحاجات ولكن يا جماعة خلينا يعني يعني الحلقة بس لتخلص وبعدين حاجات دي بتبقى بسيطة قوي اللي كان يهمنا إيه إنه الشهادة تعرض لحضراتكم الإخوان عايز أقول لكم ولعين وحتى منهم ناس من سوريا عملين كاتبين وناس بعتين لي ناس قاعدين في سوريا وناس قاعدين في تركيا ناس عملين بعتوا حاجات كتيرة جدا قاعدين برة عملين إيه شيطين إنه إزاي لدرجة بعض الناس منهم كفروه بيكفروه دلوقتي بيكفروه الشيخ حسان اللي قاعدين في سوريا الناس بقول لهم حاجاتكم في سوريا دلوقتي عملين كاتبين حاجات كتيرة جدا عنه وبرة في كل مكان بيكفروه الشيخ حسان على إنه مجرد إنه تكلم على تنظيم الإخوان الإرهابي شوف للدرجات دي الأول اللي كانوا بيسقفولوا أول ما طلع في جامعة القاهرة يا سلامو هتفولوا هاتلي يا يوسف الفيديو بتاع جامعة القاهرة عشان أوريكوا المنافقون المطبلون تنظيم وعصابة مرسي محمد حسان لمواقف في المؤتمر بتاع دعم سوريا ومرسي قاعد على المنصة بتوع التنظيم الإرهابي اللي كانوا قاعدين ألاف بقى لما دخل وقدموا الشيخ حسان ويا السلام هتفات وبينروحوا قدام نفديك والأعلام والتصفيق والتطبيق هتفات رهيبة جدا جدا كلهم يقولوا كلمتين يسقفولوا ويحيوه وكان نقص يبصوا رجله كان نقصوا الله يبصوا رجله وإنه الشيخ جيه والشيخ قال والشيخ اتكلم وقال ودعه وأول ما جاء قال الجهاد إلى سوريا قاعدوا إيه وناس وقفت وناس عطايت وناس تصوت وهذه قيادات الإرهاب قاعدين